طفتي بقى تمام لكن في النهاية وفضلت محافظ على الجاب أو المسافة اللي بيني وبين الأهلي من حيث عدد النقاط وحتى لو رهنت على خروج مطشن اللي هيجمعه الأهلي وبينما تثبت عادل أنا الكسبان واضح كده من تشكيل من بداية اختيار الأسماء من طريقة لعبه في الشوت الأول أنه ده كان طريقة تفكيره في موجة الأهلي مبارح خلينا نقول يا أحمد أننا في الحلقة اللي سبقت ليلة المباراة تكلمنا عن أن التشكيل دايما بيدك انتباع كمتابع أو كمتفرج عن إيه هي الطريقة اللي هيدخل بيها المدير الفني أو إيه هي نواياه من المباراة فالجميع مبارح تفاجأ أن محمد الشيبي أحد أهم مفاتيح لعب نادي بيرامدز نا في الحلقة اللي فاتت لما استعرضنا قلنا أهم النيل لعبنا فيستن وشيبي وشيبي بلغة الأرقام كمان هو أكتر لعب صناعة للأهداف الدوري المصري فالمدير الفني مبارح قرر في مفاجأة غريبة أنه هو يبقي الشيبي على دكة البودلاء بحجة أنه هو اللعب ما بيقديش الأدوار الدفاعية بشكل كويس وهو حتى نقلت عنه تصريحات أنه قال أن اللعب تأثر نفسيا طبعا بالأزمة الشهيرة اللي كانت موجودة بينه وبين حسين الشاحات ما تعرفش الموضوع كان رايح لفين ولكن فنيا نحن بنتكلم فنيا على أرض الملعب هو حرم فريقه من لعب مهم جدا كمان اختياره للبديل اللي يعود من حمل الشيبي في الملعب بعدها ما حسيتش هو عدل الملعب ولكن ما عملش يعني كان عنده مشاركة في كورة الهدف التاني الشيبي من الكورنر الأحراز أحمد سامي ولكن نحن بنتكلم عن اختياره حتى للبديل على أرض الملعب هو ما عودش الشيبي بلاعب حتى زي أحمد توفيق أو أحمد فتحي الزاهرين الموجودين في نادي بيرامتز ولكن اختاري أنه يروح لكريم حافظ اللي هو أصلا مركزه الأساسي باك شمال أو باك ليفت وهو بدأ بكريم وبعد نص ساعة طبعا وضحت الموضوع كله كان النادي الأهلي حتى أحرز الهدف الأول وكان في طريقه لزيادة غلت الأهداف فتدارك يوريتيتش الموضوع سريعا وعمل تغيير مبكر بخروج كريم حافظ ونزول محمد الشيبي مرة أخرى عندنا يعني بعد ما نستعرض الفيديوهات يمكننا إحنا كنا في الملعب المباراة بالأمس ويعني أخدت كده كم صورة للملعب أو شكل الملعب الشكل الفني اللي كان عليه بيرامتز ملعب بالأمس واحدة من أفضل مباراة محمود مرعي على مدار مسيرته كلها يعني كان فيه ناس عندها أداء فردي عالي قوي يعني محمود مرعي من جانب بيرامتز محمود مرعي بص يا أحمد ده الشكل التكتيكي اللي كان عليه بيرامتز وهو بيحضر الهجم إحنا كنا اتكلمنا هنا في الحلقة وقلنا أن بيرامتز مش يعرف يعمل بلد أب من بداية من حارس المرمى والاثنين المساكين فاختر الرجل أن مهند لاشين اللي عليه الدائرة في الشمال ده ده مهند لاشين ينزل في وسط الملعب ينزل قصدي في وسط الاثنين المساكين بص بقى الشكل الدائرة اللي في الشمال هنا خالص دي يا أحمد ده محمد حمدي ده الظاهيري الأيصر بص ما كانوا فين الناحية الثانية أصاده في الجانب الأيمن الصورة دي بعد نزول محمد الشيبي كان الاثنين الظاهرين طيرين كهوفباك واللي نزل لتحت هنا قدامنا في الصورة ده مصطفى فتحي وكان واضح أن فيه تركيز كبير على جابهة خلد عبد الفتح وكان فيه كور كتير جدا بتتلاج أنا عايز أقول لك بقى كمان نفس التكتيك بتاع كولر الجناح فيها بينزل لوسط البلعب والزاهير فيها يطير ولكن هو هنا كان مبالغ أو في الأزيار أنا جاي بالصورة دي تحديدا ياحمد عشان أوريك بص إزاي كولر بقى اتعامل مع الشكل التكتيك البرامدز بص هنا طاهر محمد طاهر في الجانب الشمال للنادي الأهلي واقف لمصطفى فتحي إمام عشور قافل على بلاتي توريه وسام أبو عالي واقف على الدايرة ما بيعملش الضغط العالي علشان نص الملعب ما يضربش وهناك هتلاقي حسين الشحات قافل ناحية محمد حمدي ومنعم مع ميلي وربيعة مع فخر لقاي فالنادي الأهلي حرم برامدز مبارح رغم امتلاك برامدز اللي ثلاثي خط وسط مميزين جدا اللي هم الثلاثي وليد الكارتي وبلاتي توريه ومهند لاشين مهند برضو بالمناسبة عمل مبارك برامدز مبارح من نجوم المبارح آه بالضبط التلاتة دول تحديدا عندهم كورة فاختار مرس الكولر أنه هو يقف بالشكل دوت في حالة امتلاك برامدز الكورة عشان يحرمه من عملية البلد أبو التحضير أو امتلاك الكورة في نص الملعب الحالة اللي بعدها على طول يا أحمد آآ لا دي كورة الهدف معلش هنروح بس للصورة اللي بعد دي على طول دي كورة آآ بص يا أحمد ده أحمد الشناوي عايز يعمل بلد أبو يحضر من الخلف على طول ضغط النادي الأهلي باتنين طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي اللي اتنين المساكين بتعبيرها الكورة عندهم في الخروج بالكورة مش أحسن حاجة بص بعد كده أحمد الشناوي السورة اللي بعدها على طول حرم برامز من امتلاك الكورة في وسط الملعب ودي نقطة قوة برامز السلاسي بتوع وسط الملعب أو حتى حرمهم من التحضير وبداية الهجمة من منطقة جزائهم وده سر من أسر التفوق النادي الأهلي على أرض الملعب سريعا يعني حبنا ندخل في الموضوع عشان نبين ليه النادي الأهلي مبارح كان بالشكل المميز اللي ظهر بيه وليه برامز ما ظهرش بالحالة اللي كان عليها في الـ 14 مباراة اللي سبقت مباراة النادي الأهلي أنا هقسم المطش معاكم يعني أنا بشوف المطش ده مراحل تلت ساعة أولى كان